بخطا مثقلة حاملا هموم تدبير رزق يومه وأهله يمضي فادي سليمان الموظف الحكومي في السلطة الفلسطينية إلى عمله رغم تأخر راتبه منذ أبريل على ضوء وقف إسرائيل تحول الأموال إلى السلطة الفلسطينية لما يتأخر رواتب كل برنامج لواحد يتأخر يعني واحد عليه كروض لازم يسدهم عليه دفعات عليه التزامات فلما الراتب تأخر أنه تخربش كل برنامجك بصف إذا بدنا نشتغل منه مش روح نرجع على شغلنا نروح يحكونا يعني إذا أنتم من أول أسبوع أو أول تأخر راتب عليكم أسبوعين بطلت يجوا على الشغل روح يكون نروح وروحة يعني أنه في بدالكم تشتغل وفي ناس تتحمل ورغم الإفراج المؤقت عن الأموال الفلسطينية وتلقي فادي راتبه لدى تصويرنا معه هذا التقرير إلا أن هذه السياسة عززت المخاوف لدى موظفي السلطة بإعادة تكرار احتجاز الأموال خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تجمد فيها إسرائيل إرسال الأموال إلى السلطة الوطنية الفلسطينية أول ما تصالحوا بعد بيومين قطعوا الراتب فكيف لما بعد بشهر أو شهرين يعني طبعا الواحد يظل خايف أنه تصالحوا ووقفوا الرواتب والمشاكل هاي كلها ترجع زي ما كانت من زمان إن شاء الله لا بس دولهم متصالحين دولهم رواتب ماشية شبح انقطاع الوارد المادي يبقى يلاحق فادي فتجارب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية مع انقطاع الرواتب وعدم انتظامها جعلهم يلجؤون دوما في البحث عن بدائل من أجل سد الاحتياجات المالية لأسرهم من الأراضي الفلسطينية عابر بقاعي اليوم على الحرة